بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا حسام الصقواني طالب طب سنة ثانية اليوم احاب اشرح بعض مسائل الفيزياء بخصوص ويتس بارت 1 ويتس بارت 2 بحاول قدر الامكان اني اغطي كل افكار اليتس بخصوص بارت 1 و بارت 2 شفت سلايداتكم مختلفة شوي عن سلايداتنا فاخترت اسئيلة لازم تكون مناسبة للمتيريلا اللي عندكم فقبل ما نبدأ احب اسوي زي الاوتلاين ابغى اخلص بارت 1 وبعدين راح نبدع بارت 2 طبعا بس عند الساعة تقريبا 6 و 6 و شوي راح نوقف ثلث ساعة وبعدين راح نكمل يعني على 6 و 3 او 6 و 25 وبعدين الساعة سبعة ان شاء الله نكون خالصين الي هو بارت 1 و بارت 2 البث راح نحفظ ايوه الاوراق الاوراق الكل هههة الناس موجودة على موجود على موجود على الـ درب بوكس حق دفعتنا 219 بس عموما موجودة كل الاوراق كل المتيريا اللي عنددي كل الاشياء اللي قاعدة استعملها راح تكون موجودة في اما دروب بوكس حق دفعتنا او من عد كم يعني في ميكروبات كم يعني انا ما اجبت شي من عندي يعني الا قليل يعني فعموما الطريقة اللي انا احب اشرح بها هو ان على طول نبدأ بالمسائل وانا احل المسألة اقعد اشرح الكونسبت اللي فيه فحاليا خلنا نبدأ بسؤال رقم واحد سؤال رقم واحد خلنا نبدأ بالوايفز اللي هو الوايفز يقول لك وايفز كاريكترستيكس تايبز اند اكتيفتي لاحظة هذا شوية نزعج ايضا نزبطها شوية انا ودي اكبر زي كده بس على ما يبدو مريح مرة خلها زي كده مو مشكلة انا اول مرة اعملت الاسترين فاسمحوا لي لو شرحي ما كان كالمستوى ولكن بحاول قدر اللي ان كان عموما بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك question number one water waves in the sea are observed to have wave length of 200 meters and a frequency of 0.7 hertz the speed of these waves is طبعا احنا لما نجي نقرأ السؤال لازم نحدد المطلوب ونحدد المعطيات اللي عندنا المطلوب واش؟ المطلوب الspeed ال velocity هذا المطلوب طبعا احنا نعرف بالقانون انه قانون ال velocity في الحق الموجات هو لمدة ضرب ال frequency هذه لمدة يغض النظر كيف تنكتب ضرب ال frequency فهنا اعطاني ال wave length قال لي 200 متر اللي هو المدة واعطاني ال frequency قال لي 0.07 تضربهم تطلع لك الاجابة 200 ضرب 0.07 طبعا ممكن الحركة تزعوشكم شوي بس انا ما حصلت حاسيبة افضل منها لهذه الحاسيبة ضرب 0.07 تكون الاجابة 14 من المساءل السهلة اول السؤال نبدأ احنا بالخفيف بعدين نبدأ تسخين يعني هذا السؤال تسخين هذا السؤال الاول سهل ما يبغى لي واحد اثنين نعرف ال velocity السرعة تعتمد على ال wavelength تعتمد على ال frequency نبدأ السؤال الثاني قال لي the wavelength of light visible to the human eye is on the order of 5 ضرب 10 السالب 7 هذا ال wavelength قال لي هذا ال wavelength وهذا هو the speed is the speed of light in the air قال لي احنا نعرف انه طبعا احنا نعرف انه الموجات الكهرومغناطيسية ومن اللي هي الضوء يعني تذير تقول الضوء دائما وابدا سرعتها في الفراغ 300 مليون اللي هي ثلاثة ضرب عشرة والسالب مو السالب ضرب عشرة والثمانية طبعا هنا انت لازم تحط في بالك ان هذا السؤال صير مرة سهل هنا في الاختبار لو لو على سبيل المثال بيجيكم السؤال في الاختبار هذه ما راح يعطيك اياها في نص السؤال ممكن راح يعطيك اياها في ورقة خارجية في المسودة لان هذا يعتبر ثابت هذا من الثوابت اللي هو سرعة الضوء 300 مليون على طول انت تعرف 300 مليون يعني ممكن يجيب لك نفس السؤال هذا نفسه بدون ما يقول لك سرعة الضوء طبعا احنا نجينا نفس القانون القانون نفسه هنا يبغى ايش المطلوب فريكونسي عطانا السرعة وعطانا اللي هو معلش عطانا اللمدة يبغى وايش يبغى الفريكونسي معلش معلش ايه فهذا الفريكونسي هو المطلوب كيف الفريكونسي رياضيات فبتقسم على المدة لما تتكبر وتتشوش الشاشة خلينا عجل ممكن زي كذا ابدأ رأنا يعني ممكن احل انا هاللون بيكون واضح لكم انا ما عندي مشكلة اقرب للشاشة بس انا يعني بس عشان يكون اوضح اذا هذا يعتبر واضح راح يكون ممتاز عشان بيمكاني اقرأ المهم فالحين هذا المسألة سهلة عطانا السرعة وعطانا اللمدة اللي هو ويفلينك يبغى الفريكونسي يبتقسم هذا على تقسم الفلاسيتي على اللمدة راح يطلع لك فريكونسي رياضيات ما يبغى ليه واحد اثنين يعني هذا الحين بد من السألة سهلة تقسم وبيطلع لك عموما بنجي الحين احنا يعني عشان ابغى احل كل المسائل وياكم وابغاه تكون كلها واضحة بما انها قسمة قلنا ثلاثمائة مليون واحدين ثلاثة واحدين ثلاثة هذه ثلاثمائة مليون وقال لك الخمسة ضرب عشرة السالب سبعة هنا تحت خمسة ضرب عشرة وس سالب سبعة الاجابة ستة ضرب عشرة وس أرباطعش هرتز وين هي موجودة؟ هذه هي الاجابة موجودة سؤال واضح أو مواضح؟ أسئلة سهلة اللي عنده سؤال على طول يقاطعني بخصص أن هذه أساسيات ما أظن أحد يعني راح يواجه أي مشكلة فيها سؤال ثلاثة سؤال ثلاثة يقول لك سينوسويد الواتر سينوسويد الواتر هذه موجودة هذه الشلقة أعتقد أن هذه موجودة زängt الأعمال سينوسويد الواتر قuba مواضحة الريبل تانك هذا جهاز يصنع هذا جهاز دراسات يصنع به يعني يستعملوه عشان يحطوا زي الطبق من الماء ويحطوا الجهاز عليه ويقدروا يختاروا الموجات على الماء فيعني هذا جهاز فقط لمعلوماتك يعني الشخصية يقول لك ان هذا الجهاز قال لك ان الحين قال لك The waves travel at 10 سنتيمتر per second مع هذي الفلسيتي هذي الفلسيتي قال لك and their adjacent crust are five centimeters apart كرست يعني ويش كرست يعني قمة قال لك ان adjacent اللي جن بعض اللي لازقين في بعض المتقاربين او اللي ورا بعض فهمت كيفه فما يقول لك معناتها من كرست الى كرست من قمة الى قمة هذي الفلسيتي هذا يعني من هنا من قمة الى قمة من قمة الى قمة من قمة الى قمة هذي تعريف ايش تعريف ال الوافلنك اللي هو الطول الموجي ما يعني تعتبر اسئلة سهلة فهذا ممكن يقول لك من كرست أو ممكن يقول لك من من موني Though من قمة الى قمة من قمة هذي مثلا هذا ممكن تطريقة الأخرى فقال لك ان هذا الطول الموجي قال لك يساوي Pieve centimeters نحن نتعامل بالسنتيمتر نحن نتعامل بالمتر نحن نتعامل بالمتر فيعني راح يكون صفر فاصلة صفر خمسة متر هذا الطول الموجي والفلسطي اللي هي السرعة قال لي 10 سنتيمتر معناته 0.1 متر هذا الفلسطي هو وش يبغى يبغى the time the time required for each new whole cycle يبغى وش هو يبغى هو الperiod يسموه طبعا ممكن هو خطأ مني انني ما اسم المفترض هي اشياء واضحة بس افترض انها هي واضحة بس احني راح اعرف يقول لك السؤال يقول لك كم الوقت اللي احتاجه عشان اصنع سايكل جديدة اللي هي يعني wavelength كامل كم انا احتاج عشان كم الوقت اللي احتاجه عشان تصنع طول موجي كامل كم هذا الوقت اللي هو تقول العكس الfrequency الfrequency اللي هي عدد الموجات في الثانية زين؟ هذا اللي هو الfrequency بينما الperiod اللي هو ما عليش الperiod اللي هو العكس الزمر الدوري الله عليك ما عليش صراحة انا يعني ما عربية راحة صار في مشكلة فهنا يقول لك الperiod عكس الfrequency هداك يقول لك عدد يعني خلنا لو نتعامل عن طريق اله نقدر اقول اله الوحدات هاد يقول لك seconds per cycle زين؟ هاد هاد هو تعريفوا ايش اللي هو الperiod هاد هي وحدتها second هي وحدتها second بس انه seconds per cycle معناته ان هذا الوقت اللي تستغرقه عشان تسوي دورة كاملة بينما الfrequency الfrequency بالمقلوب عدد الدورات في الثانية اللي هو cycle per second عشان بس تعرفوا اللي هو العلاقة بين الfrequency والعلاقة بين الperiod اللي هو الزمن الدوري فغالبا غالبا غالبا تكون هي هذه هالعلاقة عكس بعض ممكن تسوي F يساوي واحد على T أو تقدر تقول T يساوي واحد على F يعني بهذا الشكل فانت ما عندك مشكلة فانت يعني على حسب المعطيات اللي عندك انت ايش بامكانك تستخرج بامكانك تستخرج الfrequency وتقلبه وراح يطلع لك الزمن الدوري هو يبغزة من الدوري فالحين احنا الحين نحاول نطلع الفريكونسي عن نفس المعادلة velocity equals اللي هو يساوي 0.05 ضرب الفريكونسي طيب بتقسم هذا على هذا لاحظة نغلط ولا 0.1 لا اعاد المغلط نسلط اي فالحين بتقسمها بتقسم عشان يطلع لك الف اللي هو الفريكونسي بتقسم 0.1 على 0 0.1 قسمة 0.05 هذه دبل معناتها ان هذه يساوي كم؟ بدون حاسبة يعني هذه يساوي 2 بس هذا 2 ايش؟ هذا الفريكونسي معناته هو في معناته هو يسوي دورتين كاملين في ثانية واحدة الثانية الوحد يسوي دورتين كاملين فاذا هو يبغي يسوي بس دورة واحدة يحتاج كم ثانية؟ يحتاج نصف ثانية تقلبها هو ثمين اللي هو الفريكونسي واحد على اثنين اللي هو الـ أظنها واضحة اللي هي الإجابة راح تكون 0.5 واحد على اثنين واضحة ولا مين واضحة؟ واضحة اللي عنده سؤال يسأل بس هذي يعني سؤال واضحة أظن والأسئلة يعني تتصاعد صعوبتها الحين حاليا الأسئلة كده شوي بايخة وسهلة وهاللون وتالي بعدين يعني راح يزيد الصعوبة شوي طيب فالحين نجي للسؤال اللي بعده سؤال أربعة سؤال أربعة يقول The speed of a sinosoidal wave when a string depends on يقول لك الحين يعني سرعة الويف هذا يعني هذا تقول تعريف يعني تعريف سرعة الموجة تعتمد على ويش سرعة الموجة هل تعتمد على الـ Frequency تعتمد على الـ wavelength ولا تعتمد على الـ ولا تعتمد على الـ amplitude الإجابة تعتمد على tension بخصوص هذا السؤال يعني يقول لك depends on the string ما علي سواء طيب ليش؟ لأنه هي هذه موجة هذه موجة أولاً يعني هذه موجة ميكانيكية ما تقدر تنتقل عبر الفراء تحتاج إيش؟ تحتاج وسط medium تنتقل فيه وكل medium بيفرق يعني أنت لو مثلاً حطيت أذونك في طاولة وجاء واحد ضرب الطاولة غير لما مثلاً لما يكون في طوف لما يكون في زجاج لما يكون في يذكروا اللعبة القديمة اللي مثلاً تجيب كاسين كاسين ورقيين وبعين حطوا بينهم حبل ولا حاجة ويمديك تسمع صوته فهو هذا كله يعتمد على الـ medium يعتمد على الـ الوسط اللي تمشي فيه الموجة حتى الموجة اللي هو الكهرومغناطسية رغم أن الموجة الكهرومغناطسية تقول لك أنه في الفراغ اللي هو زي الضو 300 مليون إلا أنه لو ينتقل على شيء ثاني رح تتغير سرعته يعني لو أنه ينتقل في الضو ينتقل عبر زجاج مثلاً سرعته رح تتغير فإحنا يعني نقدر نقول إنه The speed of a wave depends on the medium Always دائماً يعتمد على الوسط اللي هو يمشي فيه فعشان كده اخترنا tension of the string يعني يعتمد على ال string نفسه هذا هو سؤال العربية يعتبر سؤال تعريف يعني هنا قال لك for a given medium the frequency of a wave is independent of wavelength proportional to wavelength inversely proportional to wavelength proportional to the amplitude نحن الحين لازم نفهم السؤال أول شي هار يتكلم عن إيش هذا يبغى وإيش نيجي الحين هو يقول هو يبغى يقول لك The frequency يعتمد على وشي أو The frequency وش علاقته مع wavelength وش علاقته مع amplitude لازم تعرف عشان تقال جاوة في السؤال هنا قال لك for a given medium يعني قال إنه عندك يعني وهذا مشكلة التعريفات إنه تكون تقدير تقول مو بها ما ما يجيب لك مثال لما هنا يقول لك for a given medium يقول لك على سبيل المثال الهواء هذا هو وسط ينتقل فيه موجة صح؟ فالحين لما يقول لك الهواء إحنا نعرف إنه معلش من خطي نعرف إنه سرعة الهواء سرعة الموجة الصوتية مثلاً في الهواء كم؟ 343 انت يعني شوف هذه الأسئلة اللي فيها تعريف انت حاول تجيب عليها مثال عشان تفهم مو تحفظ حاول تفهم فالحين يقول لك for a given medium خلنا نجيب وسط قلنا الهواء الهواء كم سرعة الموجة الصوتية؟ 343 متر في الثانية زين يقول لك معناته وش قصده يقول لك for a given medium؟ معناته يقصد إن الفلاصيتي ثابت ما راح يتغيى 343 هدا حتبقى ثابتة بيبقى عندنا ايش بقى؟ بقى لينا اللي هو لمدة والفريكوينسي يقول لك علاقة اللمدة بالفريكوينسي ايش؟ هل هي independent ما لها علاقة؟ هل هي proportional يعني علاقة طردية أو تناسبية؟ هل هي inversely proportional اللي هي علاقة عكسية؟ واللي هو proportional مع amplitude اللي هو مع الحدة أو أظن نسمها الحدة الارتفاع يعني الساعة ساعة مو الحدة الساعة اللي هي amplitude اللي هي الساعة ولا لها علاقة بال الساعة من خلال المعادلة نقدر نقول velocity equals lambda ضرب الفريكوينسي تقدر شوف ان لمدة ضرب الفريكوينسي معناته ايش؟ معناته ان الفريكوينسي بالتأكسية 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 مع ويفلنكث الساعة يعتبر سؤال سهل يعتبر سؤال سهل اذا في اي سؤال ممكن يعني تفضلوا على طول لاحد ينتظرني يعني طيب خلنا ننجي للسؤال الابد يقول لك تأكسية 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 مطردية مطردية طيب انا اعلمك ما عليش سنوقف سؤال مفترض انها كيف عكسية مطردية طيب طيب افرض انا عندي على سبيل المثال wavelength مطردية مثل تأكسية لنجيب هذا المثال لا ليس مطردية مطردية يعني علاقة عكسية أيها مثل هاي ممكن تقول وديها الطرف الثاني بس يعني لنشرحها بطريقة أخرى الحين لو قلنا مثلا سرعة الصوت هي 443 يساوي خلنا أعطيك مثال قلت لك أنا عندي ويف لنكث عندي أنا طول موجي 243 وعندي أنا فريكونسي واحد طيب هذا ما راح يتغير الفلوسيتي ما راح يتغير الاثنين اللي راحوا يتغيروا هم فقط فقط الوايف لنكث والفريكونسي خلنا نسوي كده هذا ويف لنكث هذا فريكونسي هذا علامة ضر هذول الوحيد اللي راحوا يتغيروا معلش طيب هذا الحين ممكن بحدد بالقلم لأن حين حاليا الوقت ما يسعفني المهم فالحيذا إذا أنا مثلا هارثة 243 راح تضل 243 ما راح تتغير لأن فرقة ميديم قال لك أنه فيه ميديم خلاص الوسط سرعته ثابتة ونحن نعرف أن سرعة الموجة تعتمد فقط على الوسط ما لها شغل بالفريكونسي ما لها شغل بالوايف لنكث فالحين أفرض أنه لو زاد معلش لو زاد هذا صار مثلا ستمية وثمانية ستمية وستة وثمانين كم راح يصير الفريكونسي؟ راح يصير نص عكس بعض هذا يزيد هذا ينقص هذا ينقص هذا يزيد هذا معنات علاقة عكسية أظن هي واضحة يعني ما يبغى ليه واحد اثنين أروح السؤال اللي بعده ولا أضل فيه يعني هو سؤال يعتبر واضح شباب تفهمي كلام اللي أقوله هل أنتم بخير؟ ولا أنا قعد أتكلم لحالي؟ كمل تمام حلو يلا أمنا بالله نيجي للسؤال اللي بعده يقول لك The tension بسم الله The tension is a string قال لك The tension هذا The tension in a string with a linear Mass density of أعطاك المass density is 0.4 هذا إيش؟ هذا The tension Mass density of the string هذا المass density ما عليش يعني خليه باللون ثاني ممكن تكون أحلى هذا باللون ثاني هذا string with طيب وساينوسوديا الويف وأعطاك الويف لنكث يبغى ويش يبغى لفريكوانسي طبعا هذه فيها لها معادلة اللي هي بما احنا قلنا أن قلنا أن السرعة تعتمد دائما على الوسط فالحين كل وسط لها مواصفات أخرى زي ما قلنا الخشب مثلا الزجاج الهواء كل واحد ليه مواصفات أخرى واحد بيكون أسرع واحد بيكون أبطأ طيب إحنا إش هي المعادلة اللي تحدد هذا أسرع هذا أبطأ وكيف أعرف وكيف ما أعرف هذه المعادلة تقول لك يا طوي العمر معادلة الوسط اللي هي هذه هي اللي تحدد السرعة اللي هي ما عليش صراحة أنا بنقلها من السلايدات كم يعني لأن أنا محافظة صراحة لا ويفزوان يقول لك هذه هي هذه تشوف هذه هي المعادلة في اللي هو فيلاسيتي وذا سرنك اللي هو فيلاسيتي وذا ويفي يعني تقدر تقول يعتمد على جذر التنشن قسمة الدنسيتي طيب عملنا بالله نيجي إحنا نكتب المعادلة أه موحبا أن اللون لا أخبر نكتب المعادلة هذا كده نقدر تنشن قسمة طبعا هذا فيلاسيتي يساوي ما علش اللي هو سرعة تنشن قسمة اللي هو الدنسيتي ما أدري إيش علامتها بس أهم شي أنت أهم شي تعرف أن هذا نيوتن وهذا كيلو جرام قسمة ميترز طيب هذا أهم شي يعني قال لك الحين هو هو بس هو إش يبغى يبغى هو الفريكوانسي طيب إيش دخل هذا كله فهو يبغى فريكوانسي لو لاحظته في السؤال يبغى فريكوانسي إيش دخل هذه المعادلة إنت إيش إيش اللي بقى تسوي إنت بتطلع الفلاسيتي هنا لما تعرف الفلاسيتي راح تعوضها بعدين في معادلة الفلاسيتي الثانية معادلة السرعة الثانية اللي هي لمدة بر فريكوانسي فأنت تطلع الفلاسيتي هنا بعدين تحطها هنا وعندك أنت لمدة اللي هي 40 سانتي وتطلع الفلاسيتي هذي هي يعني تقول الأوتلاين لحق الحل إحنا الآن نبدأ الحل قال لك هنا التنشن كام قال لك التنشن بسم الله قال لك التنشن يساوي صفر فاصلة أربعة وقال لك الدنسيتي هذي يعطاك إياها الدنسيتي اللي هي صفر فاصلة صفر صفر واحد بتسوي تقسفهم على بعض بتطلع الجذر تطلع لك الفلاسيتي خلنا الحين نطلع الفلاسيتي جذر وتالي بعدين اللي هو صفر فاصل أربعة وتأكد من الشسمة من الوحدة هذي نيوتن هذي كيلو جرام بيرميتر الوحدات صحيحة ما يحتاج نغير ولا حاجة نيجي الحين صفر فاصل أربعة صفرين واحد صفرين واحد صفرين واحد نيجي الحين إلى الحاسبة عشان تشوفوا قدامكم يعني نيجي إلى الجذر ونفتح هذا صفر فاصل أربعة قسمة كام قسمة صفر فاصل صفر صفر واحد طلعت السرعة كام عندنا خلنا تأكلنا قلناها صح السرعة طلعت عشرين كما هو واضح هنا بتطبق طلعت عشرين حلو خلصنا السؤال ما خلصنا السؤال الإجابة هي عشرين بس السرعة هي عشرين مو الإجابة السرعة هي عشرين بس هذي بس هو وش يبغى هو يبغى في كونسي ما علش الحين نيجي نعوض في المعادلة الأخرى حين نحن نطلع نحن ميتر سبر سكند الفريكونسي نحط هنا بالأحمر نسو كذا نكتب الحين المعادلة الثانية نحن نعرف أن السرعة لها معادلة أخرى إلا هي زي ما قلنا فيلاسيتي يساوي إلا هو الوايف لنكث ضرب الفريكونسي نفس القاعدة نحل بها فوق طيب نحن عدنا الحين الفلاسيتي عشرين وعدنا اللمدة أربعين سانتي أربعين سانتي كم فيها يعني ضرب فريكونسي طيب إيش المشكلة إيش أسوي أبغى أطلع عنا فريكونسي هذا هو المطلوب وإش أسوي أقسم هذا على هذا ما يبغى ليها واحد اثنين حركات معروفة بتقسم ويطلع لك عشان نكون واضح قدامكم عشرين قسمة صفر فاصلة أربعة فيها خمسين هرتز هل خمسين هرتز موجودة؟ خمسين هرتز موجودة هذه هي الإجابة واضح أو مواضح؟ سؤال يعني أبو خطوتين سؤال أبو معادلتين أبو خطوتين يعني أظن من الأسئلة يعني الجيدة نروح للسؤال اللي بعده ولا ما نروح للسؤال اللي بعده عشان يعني هل لا فيه سؤال وما فيه سؤال عشان قبل نروح للسؤال اللي بعده لأن سؤال ممكن طولنا فيه شوي يلا حلوين نروح للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يقول لك The speed of a sound wave is determined by لماذا تكرر؟ الزبدة يعني تقريبا نفس السؤال قال لك The transmitting media The transmitting medium الشرحت هنا قبل شوي ما يحتاج أي عيد أشرح فيها لأنها يعني واضحة يعتمد على كل يعتمد على الوسط وجبنا أمثلة وخلصنا فيها هذا السؤال اللي بعده سؤال ثمانية هذا سؤال جميل سؤال هذا أنا أحبه من يوم ما كدف تحضيري يعني من الأسئلة اللي فيها فكرة سؤال جميل المهم هذا السؤال فيه فكرة جدا جميلة يقول لك يا طويل العمر بالصود تبدو ثمانية واربعين متر في الثاني اللي هو سوى صوت 340 متر أمنا بالله وايش عدنا بعاد؟ قال أثن در كلاب كلاب جميل مع تثري ساكين بعد أن ترمید الهاد اللي هو سالفة الرعد والبرق أو البرق والرعد سوى يقول لك يسأل وين هو المصدر مصدر الموجة هذه طبعا إحنا دائما نقول إن البرق أسرع من الرعد وش يعني هنا بما أنت الحين اللي أنت تشوفه البرق اللي أنت تشوفه هو وشهو اللي أنت تشوفه اللي أنت تشوفه ضوى 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 وشه ضوى و السرعته الضوى حبيبي الضوى يقول لك الضوى سرعته 300 مليون في الثانية زين هذا اللايتنينج السين اللي أنت تشوفه كل اللي أنت تشوفه في عيونك كله ضوى عيونك ما تستقبل إلا ضوى هذي ثلاثة ضرب عشرة و الثمانية اللي تسمعها أذونك إيش اللي تشوفه عيونك غير عن اللي تسمعها أذونك اللي تشوف عيونك اللي هو الضوى اللي تسمعه أذونك اللي هو الصوت فعندك الصوت هذا 340 متر في الثانية فلما هو يقول لك أن أنت سمعت الصوت بعد ثلاث ثواني وهو ينتقل 300 متر في الثانية في الثانية الأولى راح ينتقل كام 300 متر في الثانية الثانية راح ينتقل كام 600 متر في الثانية الثالثة راح ينتقل 900 متر بهذه الفكرة كل ثانية هم معناته تقدر تقول أن مصدر الصوت هو تقريبا 1000 متر بعيد سؤال جميل يعني لها علاقة بالكاينوماتيكس حق الترم الأول من اللي لا سئلة يعني اللي فيها فكرة سؤال فراحة يعني جيد يعتبر عموماً أظن هذا يعني سؤال واضح فيه فكرة ويوضح الفرق بين الصوت والضوت آمننا بالله يقول لك A sound wave has a wavelength يقول لك شوف طلع هذي شوفها هذي انتبه إليها A sound wave طيب قال لك has a wavelength اللي هو طول موجي 4 متر طيب حلو مو مشكلة The distance والله لا والله ضحك علينا The distance From a compression center To a rarefaction center Is To the adjacent rarefaction Center Is يقول لك الحين هنا بسم الله خلني هذي يبغليها شبحة شوية صراحة يقول لك إن هذا sound wave طول هالموجي 4 متر بس يقول لك إنه مكان اللي فيه الضغط اللي ضغط particles إلى المكان اللي ما فيه ضغط نص الضغط المكان ما فيه نص الضغط كم يساوي طبعا نحن لحين لازم تفهم السؤال هو هل يتكلم عن إيش الرجال يتكلم عن إيه فأنت لحين لازم تعرف الصوت سرعة موسرعة الصوت موجة ميكانيكية طولية وهذه الموجة الطولية طالما أن هي أيضا هي موبة فقط طولية هي تنتقل عبر الهواء التي تقدر تكون فبما أن الهواء فيه كلها particles ففيه نرجع ل سلايداتكم هذا خزنت سلايداتكم بس عشانا نجي للمثال هنا وينه وينه وهذا المثال زين هذا ضغط كلها particles زين هذا compression اللي هو الضغط وهذا مكان فاضي فأنت الحين معناتها معناتها أنت تقدر يقول أن من compression إلى compression هو طول موجي ومن rarefaction إلى rarefaction هو أيضا طول موجي فهمت الفكرة ما فهمت الفكرة يعني تقدر تقول تشوف هذه compression من هنا مثلا إلى هنا وهذا مثلا له قاع إلى قاع يعني كأنه قاعد يقول من قمة إلى قمة إلى قاع إلى قاع بس إنه وشه يعني لابس كرة فتة كده مغطي عليه كده قال compression ما قال لك قمة كده هل له مسخر يعني بس هنا السؤال وش يقول لك احنا نعرف أن الطول الموجي من compression إلى طول موجي احنا قلنا من خلنا نرسمها ونعدل عليها قلنا مثلا هي بهذا الشكل اللون الأزرق هذا هو اللون الأزرق من هنا إلى هنا compression إلى compression صح لكن من هنا خلنا نرجع للون الأخضر من هنا إلى هنا اللي هو هذا وهذا القمة وهذا وش اسمه القاع هذه طول موجي ولا نصف طول موجي هذه نصف طول موجي فالإجابة ستكون اثنين هي يعني كنا من قمة قمة قاع لقاع بس يعني لا بس كرة في الحركة يعني ما فيها واحد اثنين هي مسألة سهلة ممكن يجيك سؤال في الاختبار يقول لك أن مثلا يعني من ممكن يعطيك يقول هو كذا ما بيقول لك ويف لنك بيقول لك قاع لقاع أو قمة لقمة يعني بس يعني ما يضغي يعطيك الإجابة جاهزة على طبق من ذهب أو المعلوم على طبق من ذهب يعني حركة شوية كريها شوي احنا كده خلصنا ما خلصنا بس احنا يعني الان كده راح ننتقل من لأن وبعدين راح ننتقل ل ويف part 2 واي احنا واضحين ولا مواضحين السؤال الخير واضح نمشي ولا ما نمشي راح اجهز على افترض ان راح نمشي يعني هين عندنا بس يبغلي اشي راح ممشكلة ممشكلة طيب عندنا مشي عندنا فين كتاب الفيزيكس كتاب الفيزيكس هذا كتاب الفيزيكس واضح جدا جميل 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 مدام واضح جميل